لم تفقد هيلاري كلينتون هدوءها خلال جلسة استماع مطولة دامت ساعات أمام لجنة تحقيق الكونغرس حول هجوم بنغازي المرشحة عن الحزب الديمقراطي في انتخابة الرئاسة الأمريكية المقبلة دفعت بقوة عن أدائها كوزيرة خارجية خلال الاعتداء الذي قضى خلاله أربعة أمريكيين أمام لجنة أغلبية عضائها من الحزب الجمهوري المنافس أكدت كلينتون أنها تتحمل مسؤولية ما حدث كنت مسؤولة عن سفراء في 270 دولة كنت مسؤولة عن سفراء في أماكن مثل أفغانستان التي زرتها ساعة فقط قبل أن تتعرض سفرتها لهجوم وحشي أدرك جيدا الأخطار التي يواجهها الدبلوماسيون والعاملون في التنمية لدينا لم يكن هناك توصية من كريستيفنس أو أي شخص آخر لإغلاق قنسولية بنغازي اللجنة المكونة من أعضاء من مجلس النواب الأمريكي تهدف إلى التحقيق في الهجومين الذين استهدفوا المجمع الدبلوماسي في بنغازي في سبتمبر أيلول 2012 حيث هاجم مسلحون المجمع مما أدى إلى مقتل السفير الأمريكي كريستيفنس وموظف دبلوماسي وأمريكيين يعملان في وكالة الاستخبارات المركزية CIA اشتركوا في القناة